سبع سنوات تمر على كارثة فيضانات 2008 ومزال فلحوا منطقة الرقبة وزريدي ببلابيسيد شيخ ينتظرون التعويضات كانت معاً 2008 رحت لنا البلاد وفلسط لنا البلاد وتلقينا صعوبات كبيرة معاً الواد ثاني كانت يحمى الواد لأننا تقبنوا بزاف ثانياً الطريق ما كناشنا القروحنا باش تلحق هنا وخاصة اللي يصبت أنه طاعتشته هنا باش تلحق هنا حاجة صعبة النقطة الهامة واللي رحى الناس تهدر عليها ويسألوا عليها الموالين والفلاحين هي التعويضات 2008 كانت اللي يخلص البروميترونش وكانت اللي يخلص الدوزيانطرونش وكانت اللي لم يخلص شقا الخسائر التي تكبدها الفلاحون مست حتى مربي الدواجن والطرقات الزراعية الموصلة للحقول والبساتين لم تعد صالحة للسير كما راكم تشوفوا لانقار راحة الدجاج هنا راحت حوالي قريب 1.700 دجاج هنا ندعات الفلاحين لم تلقى أذانا سغية ومدرية الفلاحة خارج مجال التغطية مشكلة الله كل رسائل اللي دناها وكل شيء اللي دناها ما ردوش لنا أسكوا قلنا كاين ولا ما كانش والله ذالناس يخلصوا لما يخلصوا لها قاعدة الحواج كما نحن را مهبلين ذلك الفلاحة والموالي كلمات له يبله وكلمات له غلمه وكلمات له صالحة واليوم قالوا له نعوض لك ومعوض لها شترحة الآن مش عاف كما ما استفادوا لا مطريق لا من الإنارة الريفية لا الإنارة الفلاحية التعويضات تعليل فين وثمينة لحد الآن ما زال ما خلصوا هاش الناس هي إذن معاناة مستمرة والفلاحون وحدهم من يدفع الثمن ترجمة نانسي قنقر